استبينا مع هارلي راضي أجيبكم البونيتيل تمام؟ نرجع بقى لجعفرة فاندي ايه؟ يعني أفسر ازاي؟ أحلل ازاي؟ برضو أنا بحب يعني انت عارفني بحب أقرأ الدنيا عاملة ازاي؟ ونجاح عمل عن عمل بيفرق فين؟ التارجت اوديونس مين؟ بس أنا دايما من وانت صغير يعني دماغك 24 ساعة بتشتغل وبتقرأ وبتغلط وبتصلح وتقع وتقف ويعني مذاكرة ودماغك بتكبر ازاي؟ النطج بيحصل فيها ازاي؟ لكن المرة دي ما اعتقدش انه النتايج كانت مفاجأة قوي يعني انتوا كنتوا مذاكرين بتعملوا ايه بالضبط بشكل جبير وطبعا لو ما توفقنا إلا بالله طبعا فيه بقى دعم ربنا ودفعت ربنا بتفوق كل مجهودتنا ايوة بس انت السنة دي اختلفت في انك تخطيت الكاتيجوريزيشن يعني تخطيت التصنيف انه يقولك رمضان بطل شعبي رمضان بتحبه الطبقة الكادحة اللي بتشوف نفسها فيه لكن مش نجم الساحل يعني كده الحاجات دي فكان ده ماشي يعني فترة واحدين اي حد يقولك مثلا عمل حاجة ولقى ما هو رمضان هو اللي بوض اللي بتاع وانش حاف ايه يعني مقولات كده سبتت ولزقت عليك لدرجة انه أثناء الاعجاب بالعمل ابتدى يظهر حاجات تدحك انه واحد يكتب بوست يقول انا مش عارفة اجبها لكو ازاي بس انا ميت في جعفر ايه متش عارفت جبها لنا ازاي عادي يعني يعني التعالي بقى اصبح هناك نبر التعالي على ان رمضان ده بيعجب طبقة معينة بس احنا شيك لا لا ده اللي هي تحليل اخر اي مشروع في الدنيا فيه جمهور سواء جمهور عريض جدا بيشوفه ولكن لازم يكون فيه قطاع ما بيشوفش هذا المشروع ده اي نجاح في الدنيا اعتقد الظاهرة اللي انا شفتها كتير حد يكتب بيقول انا يا جماعة بجبها لكو بصراحة ومش هتكسف انا بشوف جعفر العمي اه اعتقد ده بيحصل لما المشروع ده يتشاف من جميع القطاع ايوة ايوة ده اللي بقصود بالزبط ان ما هو مش شيء غريب يعني مش شيء يزعلني بل بالعكس هو وكأني اخدت جمهور بالزبط مشاريع اخر اه فيه شخص نويته ان هي لله ان انا السنة دي هشوف مسلسل كذا اه هو حس انه ارتكب زنب ايوة اه ان انا غيرت نية او انت جرت رجله اه او انا كنت ناوي ما شوفش محمد رمضان فشوفته فده شيء عظيم جد يعني مش حاجة زعلتني بالعكس حاجة بسطتني ان الحمدلله قدمنا مشروع انترتيمنت قدر يجزب الناس ويسعدها ويبسطها وهو ده التارجة الحقيقي مش فكرة المسلسل نجح قد ايه يعني بسط الناس قد ايه يعني الناس لم الناس قاعدوا وتفرجوا عملهم حالة حلوة حلللي ايه حلللي ايه اللي جمع كل الشرايح كده من وجهة نظري من وجهة نظري التكامل في المشروع يعني المشروع النجح منظومة متكاملة اي مشروع نجح هو مش فرد احنا مش لعبة فردية يعني فيه عناصر فيه ورق قوي فيه ممثلين شطرين فيه الحمد لله بطل قريب من الناس وشبه الناس ومش حاسين بغربة ومش حاسين بانه بيتحك علينا حاسين انه صادق فيه مخرج شاطر فيه مخرج قدر يوظف ادواته دي كلها بشكل سليم ويعمل بيهم فرقة اركسترة يعني قوية كل حد بيعزف صح مفيش حد برا التون مفيش حد ففي الاخر طلع الحمد لله مشروع جيد وقدر يجذب الناس بشكل كبير والناس توحدت مع البطل بشكل كبير وانا بشوف التوحد ده هو من اعلى درجات النجاح في التمثيل ان فيه مشروع اخر ممكن يسلي بس ما توحدش معاه هتسلى واتبسط بيه احب القصة انما ما بقى شنه والبطل واحد شكرا